طبعاً احنا تابعنا النهاردة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهو بيعلن في مؤتمر صحفي عن موعيد حظر التجوال في شهر رمضان حظر حركة المواطنين واللي هتبدأ من الساعة 9 مساءً ولحد الساعة 6 صباحًا على مدار الشهر المعظم من اهم النقاط اللي تابعناها واللي اتكلم عنها دكتور مصطفى مدبولي طبعاً الايتي السماح بفتح جميع المراكز والمحال التجارية طوال ايام الاسبوع لحد الساعة 5 مساء استمرار تخفيض عدد العاملين بنفس اللي كان متبع سابقاً ولمدة اسبوعين قادمين اعادة العمل لعدد من الخدمات بشكل تدريجي اعتباراً من الاسبوع اللي جاي زي مثلاً الشهر العقاري وهيتم الاعلان لاحقاً عن باقي القطاعات اللي هيتم اعادته العمل بيها طبعاً والسماح لكل من جلسات اعلام الوراثة بالمحاكم وترخيص المركبات الجديدة بالعمل مرة تانية اعتباراً من الاسبوع اللي جاي ان شاء الله وبالنسبة للمطاعم هتكمل زي ما هي في خدمة توصيل للمنازل مع السماح بالذهاب اليها طبعاً لطلب الطعام فقط يعني ببساطة كده وبوضوح مفيش اعاد في المطاع عشان بس في ناس كان عندها لابس في النقطة دي تحديداً نطلب وناخد الاكل ونمشي ونتكل على الله وده هيكون طوال ايام الاسبوع طبعاً احنا بنشكر زملتنا نانسي فاروق على كل هذه التصميمات في الجرافيكس عشان توضح لحضراتكم كل النقاط اللي خاصة بقرارات مجلس الوزراء النهاردة